يعقد مجلس النواب جلسة طارئة عملا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس يأتي ذلك للنظر في تداعية الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة وما ترتكبه إسرائيل من جرائم وحشية في قطاع غزة وأكد وكيل أول مجلس النواب نيابة عن المجلس أن ما يقوم به الرئيس السيسي من تحرقات سياسية وإنسانية تجاه الأحداث الدامية بالدولة الفلسطينية هي تحرقات لا تنبع إلا من قائد رشيد هدفه الأسمى إعلاء الحق وشدد سعد الدين على أن الرئيس السيسي هو تكسيد لضمير الأمة المصرية التي ناضلت وتناضل من أجل السلام رغم امتلاكها قوة هائلة يعلمها القاسي قبل الداني وفي هذا المقام يؤكد مجلس النواب أن ما يقوم به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية أن ما يقوم به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية من تحركات سياسية وإنسانية تجاه الأحداث الدامية بالدولة الفلسطينية هي تحركات لا تنبع إلا من قائد رشيد قائد جسور هدفه الأسمى إعلاء الحق ولا يخشى فيه لو متلائم ففخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو تكسيد لضمير الأمة المصرية تلك الأمة التي ناضلت وما زالت تناضل من أجل السلام رغم امتلاكها لقوة هائلة يعلمها القاسي قبل الداني قوة تحسن استخدامها في الدفاع عن الوطن وليس في العدوان عن الغير